السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا جهاز سامسونج عليه حساب سامسونج ازاي نحزفه او نشيله بدون ما نحزف اي حاجة من على التليفون. بضغط الزر واحد. طبعا اي جهاز بيجي لك من اجهزة سامسونج بيبقى موجود في الحسابات اه حساب سامسونج وبتجي تحاول تزيله بيطلب منك البصورد الموجود على الحساب. وانت ما بتعرفوش ففي الحالة دي ما بتعرفش تحزفه. تمام. في الحالة دي عشان نحزفه بدغط الزر واحدة. تمام? لازم تكون مفعل خيارات المطور. هنشوف دلوقتي. طبعا ازا ما تشوفين كده الحساب اهو. موجود حساب على الجهاز ولو حبيت مسلا تحزفه. طبعا بيطلب منك اللي انت تتصل على شبك طويل فويل عشان يبدأ آآ يطلب منك اللي انت تكتب البصورد الخاص بالحساب. فانت مش عارف الحساب البصورد او صاحب الجهاز هو مش متذكر بالبصورد على الجهاز. تمام. ففي الحالة دي انت طبعا ممكن تبسح له الجهاز كله. لا انا بقول لك هتزل الحساب بدغط الزر واحدة همش هتحزف اي حاجة من على التليفون عشان بتجينا لاجهزة سامسونج دي بيبقى عليها حسابات واحنا ما نعرفش نشيلها. بالذات الفانين المبتدئين. وممكن تجرب على الادوات ما تزلش الحساب اصلا. يعني بيبقى فيها الميزة دي اللي هي تشيل الحساب بس آآ ما بتشلش. لازم ادوات معينة كده او ادوات مدفوعة فالنهار ده معنا اداة بسيطة جدا بدغط الزر واحدة هتشيل الحساب وهنشوفه دلوقتي بالشرح. تمام? اول حاجة لازم تعملها زي ما انا قلت اللي انت بتخش على حول الهاتف وبتخش على رقم الاصدار تضغط عليه حوالي سبع مرات عشان يقول لك انت مطور يعني كده انت فعلت خيرات المطور. تمام? تضغط عليه سبع مرات. وعن طريقة دات حلبتيك طبعا كل الناس عرفها. بنعمل سامسونج الكون. تمام? بيحزف حساب سامسونج. بس طبعا في الحالة دي لازم تكون مفعل خيرات المطور. طب خيرات المطور نفعلها ازاي? احنا قلنا اي تليفون بتخش حول الهاتف جهاز سامسونج مسلا حول الهاتف بالشكل ده كده. وبنتضغط على اه معلومات عن البرنامج. معلومات عن البرنامج. وبعد كده مضغط على رقم الاصدار كزا مرة كده. لحد ما ازهرنا اشعار يقول لك اكتبه طبعا البسورد اللي موجود على الجهاز بسورد اللي هو التليفون بتاعك يعني. تمام? وبتضغط بعد كده متابعة. تمام? انت كده انفعلت خيرات المطور. بتنزل تحت بقى هلا يكون زاهرة اسمها خيرات المطور تحت كده هنفعل لتصحيق اخطاء يوسي بي. تصحيق اخطاء يوسي بي دي هي المسؤولة عن تفعيل خيارات المطور. هيجي لك اشعار على التليفون ان هو ده اللي احنا عايزينه بنضغط سامع. خدوا بالكو اللون بقى اللون اخضر يعني كده التليفون ارى على الاداية. في الحالة دي هنضغط على كلمة بس قبل ما نضغط على كلمة هنخش على الحسابات ونشوف الحساب هتشال ازاي في ثواني. خدوا بالكو كده. طبعا حساب اهو. واول ما هنضغط على ستارت هيعمل قراءة وهيحزف هيشيل الحساب نهائي اهو. خدوا بالكو. وطبعا في الحالة دي لو حد مسلا من الناس اللي هي بتحاول تعمل ضبط مصنع من الجهاز وهو شغال للجهاز يعني هيطلب منها حساب الباسورد بتاع حساب سامسونج يعني مش هطلب منك اللي انت تفرمت الجهاز مش تعرف تفرمطه اصلا. يعني هتحاول تفرمطه وجهاز شغال مش هتفرمط معاك غير ما تدخل حساب سامسونج او الباسورد بتاع حساب سامسونج عشان ايه يقبل معاك. ففي الحالة دي الطريقة دي مهمة جدا ان انت تحزف حساب سامسونج بدون حاس في بيانات او لو حابت تعمل ضبط مصنع وجهاز شغال هزيل حساب في ثواني بضغط الزر واحدة من هنا. تمام? عشان في ناس تستسهل اللي هي اه تفرمت مسلا الجهاز هو شغاله ومعها شغال بتفرمت من برا ممكن يطلب منها حساب جوجل والكلمة احنا عارفينه ده. ففي الحالة دي فضلا انت تعمل الطريقة دي دي اه هتغنيك عن ان انت تمسح البيانات وبضغط الزر واحدة هتشيل الحساب وتعمل اي حاجة بعد كده على التليفون بشكل كامل. وطبعا دي طريقة بسيطة هتقدر تستخدمها لاجهز سامسونج لو انت فن مبتدئ. طبعا الجهاز هتشيل الحساب نهائي ما فيوش اي مشاكل هتقدر تستخدم الجهاز وتضيف حساب جديد تاني ما فيوش اي مشكلة خالص. تمام? اه اي جهاز مش شرط يعني جهاز اه اه سامسونج محدد لا اي جهاز سامسونج هتقدر تعمل الطريقة دي لو عليه حساب سامسونج بضغط الزر واحدة هتقدر تحزف الحساب نهائي زي ما انت شفته كده في الشرح وبضغط الزر واحدة. تمام? طبعا الحسابات لما تيضخش في الحسابات هتلاقي مسلا حساب جوجل طبعا احنا عارفنه منزيله عادي بس حساب سامسونج الوحيد اللي بطلب منك ان انت تدخل حساب الباسورد اللي هو خاص بالحساب عشان تشيله. غير كده مش هيتشال خالص. غير عن طريق الاديا اللي احنا عملناها دلوقتي وبدغطة واحدة. اه طبعا هنا لو انا مسلا عايز اعمل طبط مصنع بيجي لك زي الاسم الايميل الحساب اللي كان موجود الاول. بس هيديك ديكتب الباسورد عادي. هو باسورد اللي هو بتاع التليفون. هيتفرمط معك عادي. مش هطلب منك بقى ايه دخل لي الباسورد الخاص بحساب آآ سامسونج عشان يتحزف. تمام? هيتفرمط معك عادي زي ما احنا فرمطناه كده. فهو بقول لك كان في حساب سامسونج موجود. بس احنا طبعا احنا شلناه. ده ده يعني آآ بيبقى ظهر كده بس. مش اللي هو موجود في حساب. لا هو اتشيل خلاص. تمام? طبعا لو عجبك الشرح بتاعي. ما تنساش تعمل شخص القناة وتفعل زر الجرس. واعمل شير الله صحابك عشان غيرك استفات وانساش تدعمي بلايك لو عجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.